لكن الحقيقة ده مش آخر موضوع أتكلم فيه الأستاذ عمر الدردير والحقيقة هو حاول أنه يكون منطقي في بعض الأراء أراء تخص لعبي النادي الأهلي ولعبي نادي الزمالك ونقطة اللي أشار إليها فارس في المؤدمة لما تكلمنا عن فكرة إدارة النادي الأهلي والقرارات اللي تتخذها إدارة النادي الأهلي في الوقت اللي بيكون في البعض معترض حتى بيكون اللي هتردى من بعض جماهير النادي الأهلي لكن مع التجربة بيبن حاجة مهمة جدا إن البعض سهل جدا يمشي على طريق الآخرين والنادي الأهلي يرسم الطريق اللي يمشي عليه الآخرين نسمع فيديو عمر الدرديري عشان نرجع نعاق فيه يعني فرقة زي ماك فرقة كبيرة وكويسة لكن محتاجة إعادة ترتيب الأوراق خصوصا خصوصا إن أنا شايف يعني في جزئية اللعيبة دي ما ينفعش لعيبة زي ماك تتكلم على فلوس طول الوقت وهم بياخدوا بعض اللعيبة بتاخد عود أكتر من لعبة الأهلي اللي لعبة الأهلي كذبانا طلت بطولات اللي ليالو طلت بطولات الرئيسية السنة اللي فات كسبه بالنادي الأهلي فما أقدرش أميز لعب زي ماك وخليه أعلى من اللعب الأهلي اللي هو كسب الطلت بطولات وإنت مكسبتش على بطولة مهما قلتلي أنت لعب كبير يعني مين المفروض يبقى الأغلى فيه؟ الأهلي طبعا يعني الأهلي الأفضل؟ مش أفضل لا يا كبتن أنا بقول لك مش الأفضل بقول لك اللي يكسب بربط اللي بيكسب يعني العبت الأهلي الأغلى عشان هما الأفضل أصدق؟ لا مش عشان هما الأفضل عشان هو كسب أنا بربط المكسب بالفلوس الحافظ ماشي بس يعني عاصل ماشي بس هو هو ممكن مش عايز يقولها يعني مش مش عايز أقولها يا كبتن يا كبتن أنت بس بتدخلت حتى تانية اللي بيكسب هو أفضل لا 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 بس سيدين حقيقة يا جماعة حاضر يا جماعة بالراحة يعني الأستاذ عمر الدردير صابان عليه أنه هو يستكمل وجهة نظره اللي هو حطاه وحس أنه لما يكمل هيوصل أن النادي الأهلي أو لعيب النادي الأهلي الحاليين أفضل من الموجودين في نادي الزمالك وهنا القصة اللي بنتكلم عنها هي فكرة مرتبات اللعبين وتقييم اللعبين فاكرين من ثلاث سنين لما دخل أحد المدربي أحد الأندية المصرية حاليا واتكلم مع الكابتن أو البشمان سعاد لقياي وقال له عبدالله السعيد أحسن لعب في مصر يطلب اللي يطلبه اتفعوله وقتها قلنا أن لأ النادي الأهلي في فئات والنادي الأهلي وقتها أو بعض من جمهر النادي الأهلي وقتها كانت ضد فكرة الفئات دي ولكن مع الوقت النادي الأهلي أثبت أنه هو اللي صح رمضان صبحي قدامك ساعة وتقول آه أو لا مش رمضان صبحي ومشي عبدالله السعيد والنادي الأهلي مكمل في طريقه فهنا تحية لمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي اللي بيؤكد أو كمان بيعدد فكرة مجالس إدارات سابقة تاريخية خدت أن النادي الأهلي فوق جميع أبنائه والأهم تحية لجمهير النادي الأهلي اللي لا طابع مختلف طابع مميز جدا وعلى مدار التاريخ مش هتلاقي وقع واحدة اختلف فيها لاعب مهما كان اسمه مع النادي الأهلي إلا لما كانت جمهير النادي الأهلي بتختار الشعاردة بتختار النادي الأهلي عشان كده طابع جمهير النادي الأهلي طابع مختلف تماما عشان كده هيفضل دايما جمهوره حماة اتفق معاك جدا وعشان كده كمان لازم نقول أن أحيانا البعض بيسألنا هي إيه فكرة مبادئ النادي الأهلي المصطلح ده كتعريف دايما بشوف أن فكرة مبادئ النادي الأهلي أقرب لفكرة العقد الاجتماعي اللي هو بتقوم عليه الدول أو قامت عليه الحريات والديمقراطية والدستير عموما أنت بتتعارف على شيء دايما بيبقى مرجعك في منهجك النادي الأهلي على مدار التاريخ كمجموعة من المواقف في النهاية بقى عنده الإرس ده اللي أنت تقدر لما تبقى قاعد تشوف موقف بيحصل أوتوماتيكلي من غير ما تكتهد اللي بقى عرف إيه الإجراء المفتد الضبط هو ده هو ده بالضبط العقد الاجتماعي اللي أنا وإنت كأهلوية وكأدارة وكجمور زي ما أنت قلت عملنا كلنا مع بعض خليني أقول حاجة بس فضل لأن ده طبعا زي الكلام ده مش معناه إن احنا نادي بلا أخطاء لأن في بعض الأوقات لن لسه تتعاستكمل ده بالضبط في بعض الأوقات هتلاقي فيه أخطاء فالبعض بيتصيد الأخطاء دي ويقوم يبني علي أو مش يبني ده عايز يهدم كل اللي أنت بنيته خلال السنين اللي فات إحنا نادي لنا أخطاء طبيعي جدا لأن احنا في النهاية بيدير النادي ده يا فارس بشر والبشر معرض للخطاء ده هو المبادئ ميزة فكرة الأخطاء في إيه إن أنا لما غلط أنا وإنت هيبقى عندنا مبدأ حاكم يعني حاجة تالتة أنا وإنت نقول لا أنت رأيك نسبي أنا رأيي نسبي بس النادي الأهلي في موقف كذا عمل كذا هو ده اللي أنا بدأت به لما قلت فكرة القرس الأهلاوي التراكمات على مدار سنين عشان كده في فترة سابقة وقريبة جدا لما كان الإعلام حتى المنافس بيتكلم عن فكرة رحيل اللاعبين سواء فتحي أو رمضان عشور إلى آخره كان الكلام زي ما قال لكم أسامة إن أنت النادي الأهلي بيخسر ده أو النادي الأهلي بيفتقد ده ولكن أنت كنادي أهلي رجعت المرجعية تاريخية مع كتير جدا من اللاعبين فخدت قرارك زي ما أنت قلت أسامة الجمهور ما تهزش لأن عنده المرجعية اللي تخليه تقول إنك أنت كأدارة قرارك صح فمر الوقت القصير مش الطويل عشان يرجع كابتن طارق يحيا يشوف النهاردة موقف النادي الأهلي مع اللاعبين دول كان إيه لما يستشهد به في شأن زمال كوي الآخرين نشوف في فيديو كابتن طريح اللي شايف إن دي قدراته تقدر تسمح له إنه يلعب في نادي الزمالك بالأموال دي وراضي بالأموال دي خلاص لكن فكرة تعالي على فكرة إن أنا فلوسي وإن أنا أخد أكتر وإن أنا أقل وده بياخد من أكتر مني ولا ده بياخد أقل مني أنا مش بحب أضرب مثل بحد يعني لكن النادي الأهلي مش منه 60% من قوته الموسم اللي فات المجد مجد أحمد فتح عبدالله السعيد أبني رمضان رمضان مين تاني يا كابت شريف إكرام وهم موجودين معرفوش ياخدوا أفريقيا بالزبط والأهلي كسب أفريقيا يعني ما بتقفش على حد ما بتقفش على حد يا جماعة مش هتقف على حد أجمل أنواع العدالة اللي تأتي على لسان حد هو منافس ليك بلاش بقى مصطوحات غريم والكلام ده لا منافس ليك أنه هو يشوفك أنت القعدة لما هو عنده ملف بيحاول يستشف فيه إيه القرار الصح فضرب مثال بيك ضرب مثال دلوقتي أن أنت اللعبة دي لما كانت موجودة عندك ما خدتش أفريقيا اشتغلت بمنهجك واللعبة رحلت وبقى المبدأ وبقت البطولة حققت الهدفين ليه؟ لأن أنت كان عندك نواية صادقة النواية دي مش وليدة اللحظة 1918 يا أسامة واتكلمنا في الموقف ده قبل كده ست لعبين بيتكلموا أنه هم بيستقيلوا عن مباراة أو بطولة ولكن النادي الأهلي بشكله وبمبدأه برضو بيقدر يحقق البطولة النادي الأهلي يا أسامة طول عمره عنده منهج بيتتالى وبيكمل ومن رئيس نادي لرئيس نادي ومن إدارة لإدارة عشان تمر وتوصل لمرحلة لما بيتضرب المثل ما فكرتش حاجة عندنا رحت وفتكرت حاجة عندك أنت كنادي أهلي ما هو ده اللي احنا بنقول لها فارس من الأول الفقرة إن النادي الأهلي بيرسم الطريق وعشان كده ونقطة مهمة جدا عايز أقولها في النقطة دي احنا كل ده واللي طلع ده كله ويتقال للأسف اتقال حتى لو من منافس اتقال من منطق البطولة اللي حققها النادي الأهلي لكن احنا هنا بنأكد إن احنا بنقيم الصح صح والغلط غلط لأنه كان وارد جدا ما تحققش بطولة هل معنى أن انت ما حققتش بطولة إن الإجراء اللي انت اتخذته كمجلس إدارة أو تعامل مع بعض اللاعبين كان غلط لا الإجراء كان صح لكن التكريم جالك والتوفيق جالك عشان يؤكد إن انت كنت ماشي في الطريق الصح فمن هنا جاء التوفيق ومن هنا كانت بطولة المخلصين نقطة مهمة جدا وشعراية مش عايز نوصل إننا نربط الحدث بتحقيق البطولة لأن احنا طول عمرنا وتاريخ النادي الأهلي من قبل ما يحقق البطولات كان في مبادئ حلو جدا لما تسمع الكلام ده مني حلو جدا لما تسمع الكلام من فارس حلو جدا لما تسمع الكلام ده من أي حد مصري عد على تاريخ النادي الأهلي لكن الأعظم إنك تسمع الكلام ده على لسان ناقد عراقي في قناة خالجية بيتكلم عن عظمة النادي الأهلي في مواقف تجديد اللاعبين وعقود اللاعبين وإن دايما النادي الأهلي أعلى من أي لعب نسمع الفيديو ده لأن في الفعل فيديو يسعد كل جماهير النادي الأهلي كيف أنت اليوم تخلي اللاعبين هم من يتحكمون بالنادي وهذه الأندي الكبيرة هم من تصنع اللاعبين وليس اللاعب هم من يصنع الفرق الكبيرة أنت اليوم عندما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم عن ميثاق شرف عبد الله نتكلم عن مسألة جدا مهمة ميثاق الشرف الأندية الكبيرة مثل الزمالك والأهلي يرتبط بمبادئ وقيم النادي هذه مسألة مهمة جدا وعندما نتكلم عن المبادئ والقيم يابد أن نستذكر الأهل المصري الأهل المصري هو قمة في هذه المواضيع شوف النادي الأهل المصري في عام 1918 عندما قام ست لاعبين بالفريق بالاستقالة ولوي ذراع الإدارة ماذا عمل عبدالخالق ثروة باشا اللي كان الرئيس النادي في ذلك الفترة قالهم اذهبوا حيث ما شئتم اذهبوا احنا مريدكم احنا نادي كبير الأهلي أكبر من الجميع كانت هذه أكبر رسالة وجهها عدغال في عام 1928 عندما قام حسين حجازي بعدم استلام المدانية وقام بأرغام اللاعبي الفريق الأهلاوي لأنه حصل على المركز الثاني ماذا عملت الإدارة في تلك الفترة ماذا عمل جحفر والي باشا رئيس النادي أوقف حسين حجازي ومنعه حتى من لعب نهاء كأس مصر في تلك البطولة وفاض فيها المبادئ دائما تنتصر خالص تحياتي خالص تحيات كل أهلاوي عن الحماس اللي انت بتسرد فيه تاريخ النادي الأهلي وبتستدعيه في لحظات الفيديو أطول من كده اتكلم عن كل مبادئ النادي الأهلي اتكلم عن سنة 85 وإقاف 16 لعب اتكلم عن حسين حسين وكمان متذكر ان الواقع كانت بينه وبين ناصر السليس متخيلين الراجل دارس تاريخ النادي الأهلي قد ايه وازاي قادر يستدعيه من 1918 قبل من النادي الأهلي يحقق أي بطولة كابتن ميثم عادل العراقي شكرا جزيلا لحماسك عن النادي الأهلي شكرا جزيلا من برنامج النادي الأهلي خط أحمر لما تحدثت بيه عن النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي شيء محترم وبجد النادي الأهلي يا جماعة مفخرة للرياضة المصرية احنا جبنا رأي زمالكاوي وبعدين رأي عربي عشان نقول إن اللحظات دي يا جماعة ما ينفعش نيجي نختزلها بعد كده ونستغل موقف وننساها دي لحظات عامة هي دي حقيقة النادي الأهلي في عيون الجميع وحيظل النادي الأهلي بمبادئه اللي البعض بتسبب له مشكلة النادي الأهلي فعلا النادي بيرسي قواعد ومبادئ فخورين بها وفخورين إن احنا جزء من منظومة بالتأكيد يا فارس